حملة قوى الثامن من أذار على إعلان بعبدة دفعت برئاسة الجمهورية إلى إصدار بيان توضحي تحت عنوان إعلان بعبدة وظروف إقراره ولعل هذا البيان يأتي كرد مباشر على الكلام الذي أدل به رئيس تيار المرضى النائب سليمان فرنجي في مقابلة تلفزيونية على أوتي في منذ يومين إذ شكك صراحة في هذا الإعلان بمنطلقاته وأهدافه واعتبره أمرا عابرا نحن اللي صار أنه بآخر طاولة للحوار ما كان اسمها لا إعلان بعبدة هذه إعلان بعبدة اجع بعض الإعلاميين حد بشير سليمان عملوا فلسفول والقصة الورقة قالوا لهذا بنسميها إعلان بعبدة مطرح عليكم بالجلسة؟ مطرح علينا بآخر الجلسة لم تقرأ ولم تقار كلام فرنجي وإن بدى مقدمة لهجمة على هذا الإعلان تولاها الفريق نفسه فهو يصطدم بوقائع ذكرت بها رئاسة الجمهورية لعل أبرزها التأكيد على إعلان بعبدة في ثلاث جلسات متتالية للحوار عقدت بعد إقراره ولفتت الرئاسة إلى أن معظم أعضاء هيئة الحوار ناقشوا النص بعد القراءة الأولية وقد أدخل عليه الرئيس نبيه بر بعض التعديلات وأقر بموافقة الجميع أنه توافق المتحاورون على ضرورة الالتزام بشكل فعلي ببنود إعلان بعبدة ولا سيما ما يتعلق منه بالتهدئة الأمنية والسياسية والإعلامية ودعم الجيش وتحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية والدولية لم يتضمن إعلان بعبدة أي نص يتعلق بالمقاومة وسلاحها ولم يتطرق إلى مسألة الاستفادة من قدرات المقاومة ووضعها بتصرف الدولة اللبنانية بل أن هذه المفاهيم وسواها قد أتت في إطار التصور الاستراتيجي للدفاع عن لبنان الذي قدمه فخامة الرئيس أمام هيئة الحوار المنعقدة في القصر الجمهوري يوم الخميس 20 أيلول 2012 وختمت رئاسة الجمهورية بالتأكيد على أن إعلان بعبدة يشكل وثيقة هامة ترتبط بأعمال هيئة الحوار الوطني وإطارا سياسيا جامعا في سبيل رفعة لبنان ووحدته